اهلا بكم من جديد كان حلمه ان يكون محاميا يدافع عن حقوق الناس فصار محاميا يدافع عن فجر الضمير الانساني وحارسا امينا على التاريخ المصري القديم هكذا يمكن تلخيص مسيرة حياة الدكتور زاهي حواس وهكذا كتب الدكتور مصطفى الفئي في تقديمه لمسيرة صديقه الدكتور زاهي حواس التي يسردها في كتابه الاخير الحارس الكتاب الذي يقع في حوالي 16 فصل يقول عنه الدكتور مصطفى الفئي ايضا اذا كنا نعرف زاهي العاشق لمصر فقد انا الاوان لنستمع لقصة زاهي نفسه كيف بدأ وكيف اهتدى الى طريق الاثار وكيف نجح في ترويض الصخور والرمال ليقدم لنا كنوز المعرفة بطريقة تجعل التاريخ القديم كالماء والهواء حقا لكل مصري هذه سيرة رجل من قلب مصر وسيرة مصر على قلب رجل من ايه هينتهي كلام دكتور مصطفى الفئي الذي اشكره على هذه المقدمة الرائعة وابدأ الحوار مع الحارس مساء الخير يا دكتور اهلا سيد زالبيس والحارس هو كتاب دكتور زي كتبوا بايده في وقت الكورونا بالورقة والألم وبعدين نزل كتاب خلونا الأول نشوف هذه اللقاطات عن الدكتور زاهي ونركعتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولو نحكي عن دكتور زاهي حواس لحتاجنا لساعات دكتور زاهي ليه الحارس؟ ليه قررت تكتب هذه السيرة الطويلة؟ والله أنا ثواري ما كانش في دماغي أن أنا أكتبها بالعربي خالص أنا كنت عامل حسابي أن أنا لأول أكتبها بالإنجليزي وبعد كده أكتبها بالعربي ليه بالإنجليزي؟ يعني أنا بحب دايما أن أنا أبدأ كل كتبي بكتبها بالإنجليزي لو أكتبها بالعربي فقلت أنا أكتب حياتي فكنت لسه بتفاعد مع ناشر في أمريكا فالكورونا بدأت فكلمني لأستاذ محمد إبراهيم اللي هو رئيس در نهر المصر رجل المحترم حبيب وصديقي قال لي يا أخي ما تستغل الفرصة دي وتكتب قصة حياتك فقلت والله يا فرصة كنت أنا بحاول أخلص بعمل موشوع باللغة العربية عن الأهرامات من ثمان أجزاء فقلت أخلصها في وقت الكورونا لكن جات لفكرة أن أنا أكتب قصة حياتي في الأول دي فبدأت فعلا مسكة الألم وبدأت أكتب وأبعث الشابتر لزينب عبد الرازق صحفية في الأهرام تجيب حد يكتبه على الكمبيوتر وتراجعه كنت عايز تقولي؟ والله أنا كنت عايز يعني هو الحقيقة أولا من نبرى واحد أن الكتاب ده هو تسجيل للحياة الثقافية الأثرية في الخمسين سنة اللي فاته لأن حصلا في حاجات كتب جداً لم تسجل صحيح فمهم جداً من خلالي أن أنا اشتغلت الأول في كل أثر مصر ما سبتش منطقة السريعة ما اشتغلت فيها وانتهيت في الأهرامات وبعد كده سفرت البعثة ورجعت بسجة الأهرامات ورجعت بسجة الأثر فبالتالي فترات فيها حاجات كتير جداً وفيها أشياء مهمة أن هي تسجل ونمر اتنين أنا تجربتي بعتقد أن هي تجربة مهمة جداً أن كل الشباب يعرفوها خلينا نبتدي من البدايات أنت ابن قرية العبيدية 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 دومياط بين دومياط والمنصورة عشان ما تقولش إذا أنا بخيل لا أنت مش بخيل وأنا عارفة كيف أثرت القرية؟ والله يشوف القرية كانت بلد صغيرة جداً يعني ممكن 500 واحد لكن الفلاح فيها كان مثقف يعني أنا مثلاً وأنا عيل صغير فيه اتنين في البلد فلاحين واحد فعندهم مكتبات في بيتهم فكت واحد سمحمد حافظ وستاني صبر الأزاز كنت أروح أستلف منهم الكتب كل الروايات العربية وكل المؤلفين والروايات الأجنبية المترجمة كانت عندهم فكنت بتقرأ من وينت صغير؟ وينت صغير يعني هاوي كنت هاوي الحاجات المثيرة يعني أقرأ حاجات فيها إثارة تخليني كتب أحساب قدوس كلها كانت في المدرسة يوسف السباعي محمد فريد أبو حديد ألف لاوليلا ألف لاوليلا بقى كنا في البلد عندنا فيه راجل حكاء في رمضان ينروح له إحنا العائلة صغرين نقعد قدامه يحكي لنا الراجل ده أنا تعلمت منه حاجات كتير جدا تعلمت منه وشوفي وراجل يعني ما بعرفش قرأه ويكتب لكن عنده حكاية الساون بايت يعني يطلع الكلمات من بقه بترن زي في تباغي الواحد وده تعلمت حكاية إزاي إن أنا ما أطلع في التلفزيون ما أتكلمش كتير لازي يبقى فيه كلام سريع ومؤثر وبسيط نمرت نين بقى كنا بروح الكرآن نحفظ الكرآن في الكتاب في الكتاب فكنت بروح كتاب الشيخ يوليس وكان هو ضرير وأنا كنت شائي لكن ما عرفش كان يجبني إزاي وبالعصايا ويجبني عشان يخليني ما بقاش شائي كنا بقى في البلد نعمل مصرح عملنا مصرحية عن فلسطين عملنا كان فيه واحد محمد زهيري مخرج على مستوى عالي جدا وكان ياخذني بطل المصرحيات دي عشان كده عمر الشريف دايما في كل حاجة كتابة عني يقولك إن زي يا حواس ده ده ممثل وفي الفيلم اللي تعمل عني قال لي أنه يعني أنه ما شافش ممثل حسنا مني فأنا تعلمت في البلد الكرة كنت لعب كرة كويس جدا والكرة كانت في دمي واحنا كلنا بقى كنا يعني نلعب كرة في المدرسة ويجي الفراش المدرسة يطردنا ما كانش عندنا ملعب سابت لكن كنا بنلعب كرة في البلد أصرت فيها تأثير كبير جدا ومن خلالها وكنت بقى غوي السينما بشكل غير طبيعي وانا يعني عندي عشر سنين فكان أوفر من مصروفي عشان أخد روح السينما في دميات السينما في فرسكور بقى إما بخلص السينما ما فيش موصلات فكنت أجي ماشي وأنا كنت بخاف بالضلمة جدا يعني شوفي كان أبويا يقول لي روح حتلنا حاجة أقول له لا هات أخويا محمود معايا فتصوري أول مرة دخلت مقبرة في الضلمة وقفت بترقش افتكرت خوفي من الضلمة لكن لما دخلت المقبرة ودخلت وعملت فيها أول كشف في حياتي انتهى موضوع خوفي من الضلمة اللي كان موجود عندي وأنا في البلد وأصبحت تستأنس الضلمة أو تستأنس الضلام مع الفراعنة القضاء هقول لك حاجة حصلت بس مش هقولك فينا عشان الصحافة ما تكتبهاش طلعنا بير حوالي 5-6 ايام أنا نزلت البير ده نازل حوالي 15 متر لقيت فيه باب مسدود فكلمت الناز قلت له بعتولي 2 عمال رئيس العمال ومعه واحد نزل افتحوا الباب ده فتحنا الباب لقينا تابوت التابوت ده الغطى 3 طن وتحت 20 طن شوف بقى 2 عمال فيه حاجة عندنا حاجة اسمها العفريتة فمسكوا العفريتة دي بحطوها تحت الغطى بتاعت التابوت العفريتة دي فرعونية ويبدأوا يعملوا بلافلة كده ويطلعوا الليد فوق شوية بشوية لما بقى فيه سبيس يحط حطة خشبة لما حطولي حوالي مثلا ربع متر فاضي حطيت دماغي من التابوت ببص قدامي لقيت اجمل ممية شفتها في حياتي دولة قديمة 4000 و300 سنة الممية بقى عصبة متغطية بالدهب حواليها 20 دهب في الجنب ده حزام متغطي بالدهب قعدت اكتر من ساعة ابص للممية ومحدش تكلم لنهائي يعني من اجمل اللحظات لما انا بشرحها في محاضراتي اكن انا معهم يعني بحس من العشق اللي حصل لي لحظة الكشف دي اللي هي لاي سلامة يثير في الدنيا انا بحاول وصفها مقدرش مقدرش اوصفلك ازاي انا ما بنزل حاجة واكتشف حاجة اشوفها مقدرش اوصفلك اللي بيبقى وجود جوايا غير ان انا مقدرش ما بتكلمش ابص للكش وادخل قلبي وبالتالى اقدر بقى ندخله في قلوب الناس بنام دخل قلبي هتكلم على فكرة الكشف دي بس اعود مرة اخرى للبدايات واسألك لانك كتبت كتير عن الوالدة وعن الوالد في هذا الكتاب كيف اثر الوالد والوالدة يعني كل هذا المناخ من الواضح انه اثر الناس اللي عندها الكتب المسرح الكتب يتمثله لعبة الكورة السينما كل ده خلق وكون زي حواس لكن ماذا عن الاسرة البيت الصغير انا ابويا مات ورعاني 13 سنة لكن انا كنت كبير فكل رحلاته كان ياخدني معاه وكان يقول لي اوعى تحط ايدك في الميا مش عايزك تطلع فلاح ابدا اوعى تحط ايدك في المياه اهو ابويا اللي عليدك اليمين ده وابويا ده شخصية كان قوية جدا كل البلد تحتربه ويعني كان ليه تأثير على الناس وتعلمت منه ازاي الانسان يبقى قوي في حياته وما يخافش من حاجة عبدا النصيحة اللي قالها لي هي النصيحة اللي انقذتني من كل الاصدقاء اللي له ست الله شر لان انا انا حصل في حياتي قصص يعني حاول الناس كثير جدا يدمروني لان انت النجاح في مصر بش سهل له اعداء كثر كتير وليحق على الفكرة قافة موجودة في المجتمع ان احنا هنا بنحاول اي نجاح ندمره ندمره فانا حاوله تدميري كتير وانا استقلت مرة انا سبت الاثار من اللي حصل لي واستقلت سنة وانطلعت في امريكا درس في الجامعة في امريكا سنة انا استقلت تماما من عندهم نتيجة من اللي حصل ده فابوي قال لي نصيحة اوعى تحط صبعك تحت درس حد عشان كده يعني قالك نصحتين اوعى تحط ايدك في الماء متشتغلش فلاحة اه وما تحط الصبع تحت درس حد يعني يعني معناها ما عملش حاجة غلط عشان ما حالش يقطعه فانا مثلا في 2011 قدموا ضد الحرامية 22 بلاغ انا اضحك وانا متأكد انه لا يمكن بلاغ فيهم هيروح محكمة لان انا طول عمري صح وطول عمري ما حطتش صبع ده حترس اي بل قدم في الدنيا ولعمري عملت ارش حرام كل فلوس اللي عملتها يئما كتاب كتب كانت مصورة في العالم كله لحد النهاردة يئما محاضرات يئما برنامج التلفزيوني اجنبي فعمري وكل حاجة عندي وصل يعني عمري ما اعمل حاجة غير ما اخد وصل بس اكيد اتقدمت بقى للمحاكم والنيابات لا ما تقدمش لمحاكم خالص خالص كل القضايا بعد 2000-11 اتعملت ضدي اتحفظت من تحريات الرقابة الادرية والاموال العامة ونيابة الاموال العامة لم يحدث قضية واحدة طلعت بحكمة نهائي ودي من عند ربنا يعني اقولك حاجة عكالك كان من ضمن الحاجات اللي كان بيت زعلني حاجتين هقولهم لك الحاجة الاولانية ان انت ممكن حي واحد يروح يكتب بلاغ نزيع عوازد حرامي على ورق الدشت ويروح ياخد نمرة من مكتب النائم العام وروح يودها لجريت الاهرام تنشر الكلام ده فحد كلمني قال للاهرام عامل كذا وكذا فعدت زعلان ليهت عنيس منصور بيكلمني قال لي انت صوتك وحش ليه قطولي صورة يا سيد عنيس الاهرام جريت الاهرام بتكتب كلام كذب قال ليه هتسأل بص حواليك في المكتبة الكتب اللي انت كتبتها حطها فوق بعض هتبقى أطول من اللي بشتبك الله اجمل نصيحة في الدنيا الله عشان كده انا دلوقت ما حد يشتبني اقول ده حاجة طبعية يشتب ولا يهمني مرة مجلة اسمها نيويوركر المجلة دي ما بتكتبش غير مشاعير المشاعير صح كتبت 17 صفح عني نصها اشتبنة من الناس ونصها مديحة فقعت متضايق كنت مسافر لو عمر الشريف الدوميونيكا قال لي انت متضايق ليه قلتولي يا أستاذ يا عمر صور بشتبوني قال لي انت بستنى مقرأ المجلة دي ما انا وصلنا اديته المجلة اراها عمر وابنه طارق وكريم ابني والحقيقة فرجع قال لي زاهي انا اتمنى المجلة دي تكتب عني 100 صفحة كلها اشتبا نيويوركر الحاجة التانية بقى في 2011 انا مسافر بتكرم في مهرجان السينما في كتنزارو في ايطاليا بتشتم من بعض الناس في مدان التحرير كتنزارو بقى على المية مدينة سحلية ماشى على سجادة حمراء وفيه 5000 واحد وورايا مين بقى اوليفر ستون وريتشارد درايفس هم وورايا والناس بتسقف لقيت الدموع نزلة من عيني اما افتكرت الجماعة اللي وقفين في التحرير اللي جابهم واحد حرامي اجرهم كان يدي 200 جنيه لكل عيل عشان يطلعوا يشتموا فيا عمرك حسيت لكرامة لنبي في وطنه والله شوفي انا 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 محسيت بقى ان النجاح ليه تمن بيه تتحك يعني انا عمري ما ادخل على الانترنت عشان ممكن لها حد بشتهي مني ازعل طيب انا ازعل ليه فانبقى بدأت بنوردة طويلة جدا ان انا بقول النجاح ليه تمن ليه تمن سنة واللي مرت به مصر حتى الان لو اي دولة تالية في الدنيا كانت انتهت مصر دي ربنا بيحميها عشان كده هي في قلب كل مصر تكلمني عن الاشق امتى بدأت قصة الاشق يعني خرجت من القرية اتعلمت دخلت كلية الحقوق رحت كلية الحقوق اشتريت الكتب اه وكتبين رحت بلدرجنا معايا بفتح ايه ده انا ازاي لا يمكن قلت لا انا مش داخل ما ليش في الحقوق خالد انا ليش عايزت كان زمان في السنة ما اشوف كمال الشنوي لابس بدلة بيضة محامي وراكب عربية وكان محامي باشا حتى مرة قلمني في تلفون مرة وبيبص على واحدة قربته قلت له استاذ كمال ده انا موت فيك ده انا كان نفسها بقى زيك مات متضحك المهم فرجعت الكتب ورحت كورية الاداب في كورية الاداب فيه عشرين قسم انجليز وفرنسا وغرافيا وطريقه ومش عافية طب انا مش عارف قعدت في الكافترية مستني الفرج يجي لادخل ايه فناس قاعدين كده طلبة قالوا في قسم طلع جديد اسمه قسم الاثار بيطلعوا ايه جماعة قال لي بيطلعهم ترجمين قلت له كويس انا بتاع لغات ده كان قسم الاثار اليدانية الرومانية فانا اخي فيسكندرين بصراحة ما دخلش جوه قلب الدراسة دي الهائي كل سنة كنت اطلع بعلمين وفي اخر سنة في الاثار في الاثار واخر سنة طلعت بمقبول وبعدين الدولة زمان بعد حرب 67 عينتنا في 68 رحنا نقبط صحفين كان معي بقى نور الشيف كان هو الوحيد المشهور فينا بتاع القهارة والناس وبعز عباريز مخيون وشيلا المهم رحت من اصلحة الاثار بعد تلت سور تدريب وقفنا في طبور عشان نمضي لقيت واحد بيكتب بقول له يا أستاذ فتحي فاكره بتكتب ايه يا أستاذ فتحي قال لي ده بيمضل ده انا هاخد اسمه امسك هالو عشان اوديه في دهيا قلت يا نهاريس ويد أنا أبقى مع بتوع القهار دول لا قعدت أزاكر ستة شهور عشان أدخل خارجية نجحت في التحرير وسقطت في الشافر حاولت أروح وزارة السياحة ما نفعش رجعت القهار لقيت جمال مختار واقف كان رئيس القهار قال لي انت هنا بتعمل ايه أنا انطلع قرارت تسافر ولو ما سافرتش حاولك للتحيل وهقسم لك 15 لهم مرتبك يعني بشدة فغصب عني خدت شنطتي وروحت الحفاير دي وأنا ببكي أسيب القاهرة مش عايز مش عايز تلقى أروح حفاير ايه لانه ما الحفاير دي في الحفاير كان فيها ناس من قفط قفط دي بلد كل اللي فيها ايديهم زي الحرير تطلع حتة القصار وزي بكون دهب يطلعوها في ايديهم ففي رئيس اسمه رئيس دكتور معافش انا اكتب أبوه سمها دكتور دي حفاير كمو ببنله اللي غيرت حياتي الدكتور جمال مختار اللي هو عودة احمد عودة ودكتور محمد الزايد ودكتور احمد الصاوي الحقيقة ف لما بعثوا لي في مقبرة قال له عد عدت الداني فرشة قال لي نظف وانا بنظف لقيت تمثال جوه بتاع أفروضيتي إلهة الحب والجمال عند الانين وانا بنظف قلت جوايا انا عثرت اهو ده تمثال ده قلت عثرت على حبي فعشقت الاثار وهي دي كتلحظة التغيير التغيير في حياتي كلها ايه اللي قلت بقى انا جاهل لازم اذاكر ايه اللي حبيته في أفروضيتي لا معرفش وانا بنظف على التمثال حسيت ان دي حاجة فيها إثارة حاجة دخلت جوايا ازاي معرفش فعسيت بالعشق زي ما تكون واحد قبل واحدة حلوة عشقها من اول نظرة مش بحصل صح هل تقدر تقولي السبب؟ تقولي ايش بالزبط والده اللي حصل عشق للتمثال ده مش قادر بقدرش اقولك كان شكله ايه المهم العشق ده خلانا اقول ده انا جاهل لازم اتعلم فروحت درست في كوية الاصار قادرش دبلوم اصار مصرية وبقى انت قد زمان بقى فانا كنت بدأت ابقى معروف شوية يعني فبدأت البعثات الاجرمية الديني منح اروح للمانيا لأدرس اروح فرنسا ادرس التشيك فيينا فانا رفضت ان انا اروح اي طبع البعثة لقيت فيه اعلان فول برايت فتقدمت الفول برايت كان فيه 500 واحد معايا انا كتبت تقرير كويس اوي ليه انا عايز اتعلم في امريكا فخدت سنتين فول برايت والحكومة المصرية اددت لخمس لقيت سبع سنين في امريكا غيروا حياتي اتعلمت زي حاضر اتعلمت زي كتب خدت الدكتوراه ورجعت ومن هنا تغيرت حيات زي حواس تماما بس انا ارجع لأفروديتي وقصة الحب واكيد في الجامعة كان فيه قصة حب يعني بقى ما تدنش كان فاكر اول واحدة كنت بحبها فكانت بتركب معانا في الديزل فكانت كنت انا يعني ما وجب بها اوي فعايز اتكلمها انا بقى انا على فكرة اللي عرفني كويس انا خجول جدا يا دكتور والله العظيم يا دكتور والله العظيم خجول جدا فانا عايز اقول لها مش قادر اتكلمها كل يوم في الديزل اتبص لها انا بص لها فقمت كتب لها جواب فجيت اكتب الجواب فانا مش عارفة كتب الجواب احنا لسه صغير عام 12 سنة ولا حاجة زكرة عام 13 سنة فالقيت جواب كتاب بتاع الاغاني بتاع عب حليب حفظ وفيه جواب قمت ناقلك الجواب ده وماضي وقمت حطت طولها في الشنطة التاني يوم دي حكيت واقع مش فتاشها بكاته كتبت ايه يعني في الجواب؟ لا موجواب لو اغنيت عبد الحليم اغنيت عبد حليم جواب جواب لي نور عيني وحلي حياتي مشتقل عنك انا فاكرها وهي برزو الشتة ليك هتعينها حلوة بصراحة فعجبني كلمة مشتقل عليك والحاجات دي فكتبت دي اول مغامرة في حياتي هل الاثار اثرت عليك في نظرتك للمرأة؟ يعني يعني كل هؤلاء الملكات اللي انت عايش معاهم خليتك وانت بتختار يعني شريكة الحياة مختلفة؟ لا هو يعني انا اخترت شريكة الحياة قبل ما عشق الاثار قبل ما العشق يجيلي بالشكل الجامد ده وفي نفس الوقت تعرف المرأة الفرعونية لما تدرسيها فيه حاجة مهمة جدا ان القانون الالهي اللي عملوا المصر القديم ما كانش يسبح للستة تبقى مالكة حصل اربع حالات تلاتة في فترات التراب واحدة في فترة قوة وبهدله اثارها حتش بسود لكن الملك ما يبقاش الراجل ما يبقاش ملك بدون المرأة لان المرأة هي كل شيء اه يعني يعني الست ما تبقاش ملكة لكن الراجل ما يبقاش ملك بدون المرأة ليه؟ ازيس لما بكت دموحها عملت نهر النيل ازيس هي اللي ربط حورس عشان يقتل الشر لو المرأة ما ربطش حورس الشر هيبقى موجود في العالم كله هي اللي وقفت الشر هي اللي عملت مصر فالمصر القديم رسم لها حياتها سماها نبت بر بمعنى ستة البيت فهي المسؤولة بتربي الولد بترعي الجزة وفي نفس الوقت لو عندها بقى الوقت تبقى قاضي وتبقى دكتورة يعني لسه قريب لسه النهاردة عامل محاضرة للجماعة امريكان فبقولهم ان انا طلعت تمثال قريب طوله حوالي متر الست بتاعته عبارة عن صغيرة مسكى رجله من هنا طب هل هي راضية؟ ايوة كانت راضية لان ده الراجل ده هو اللي بيحميها فبالتالي المجتمع المصر القديم كان مجتمع نظيف وصل للقمة وطلع منه بقى المهندس العبقاري ام حتب طلع حم ايون اللي بانا الهرم الاكبر طلع سنموت اللي بانا يعني طلع عبقرة هم اللي عملوا هذه الحضارة العظيمة نتيجة للبيئة الصحية اللي المصر القديم ماشى عليها وتقديره للمرأة بالذات فكل هذه هقطع كلامك الستات ايام زمان ما تكلموش خالص انا كتبت كتاب عن المرأة اول كتاب اكتبه كان كتاب ده كان مدام مبارك بتاخله في المؤتمر عن المرأة في الصين فانا وجدت الستات ما تكلموش خالص ما قالوش اي حاجة غير واحدة ست امها قالت لها ايه عشان جوزك يحبك املي بطنه الله ده من زمان من زمان ده يعني المثل الشعبي بتاع هو في مثل فرعوني املي بطنه ده ده مثل فرعوني سبحان الله كتبت كتاب اسمه silent images رموز صامتة المرأة في مصر الفرعونية فانا عايز اقولك ان لو بتدرسي كل ما يخص المرأة هتلاقي ان هي كانت اهم شيء في المجتمع لكن كان المصر القديم رسم لها دورها اللي هو من خلاله مصر طلعت في القمة في العالم كله ومن خلالها لازالت مصر في القمة حتى الان وبالنسبة لزهي حواس المرأة اهم شيء في حياته والله انا بيقولوا علي انا وارك حلك يعني فانا يمكن حياتي كلها اعطيها لشغلي انا يمكن وانا ناين بفكر في حاجة في شغل وانا في المكتب بفكر في حاجة وانا بعمل حفاير وانا بكتشف يعني حياتي كلها مثيرة جوايا فبالتالي يمكن المرأة لها ركن بس مش ركن مهم جدا في حياتي قد عشقي للاثار الاثار خدت حياتك كلها خدت حياتك كلها ولازالت رجعت من امريكا ورجعت بقى على ايه بعد سبع سنين رجعت من امريكا مسكت مدير الهرم وحصل بقى معارك قبل ما ارجع للمعارك اول مرة شفت الهرم ده كنت بتلعب كورة اه ثواري جيت كنا في رحلة وجيت مدرسة ولا في دماغي الهرم ده لما رحت لقصر في رحلة حتى مع الجامعة طلعت ثوق حتة اسمها الكورنة حتة عالية وحتى افكر ايه اللي احنا شايفينه ده يعني في دماغي ان انا كنت مثلا اشوف واحد زميلة لي عادة اتحك معها ونتكلم معها او امشي معها لكن انا ابوص في الاثار حتى مقبرة تويت عاموة دخلتها لما زقوني عشان ادخلها فشفت التحول الكامل في حياتي من واحد الاثار دي ما كنتش في دماغه خالص المدير المدير منطقة العرب اللي تبقى الاثار عشق والعشق ده بقى اللي خلى ندخل قلوب الناس في كل مكان في الدنيا يعني انا عملت حاجة يمكن ما كنتش رادة عنها اسمه متاردة المميوات 13 ابيسوت بيسموه ريالة الشو وانا معرفش والريالة الشو ده اللي جنبي بيمثله وانا مش عارف لكن تخيلي ان ال 11 ابيسوت دولي دخلوا كل بيت في كل مكان في الدنيا نتيجة ان الاثار تحطت بطرقة مثيرة ما تحطتش بطريقة لان الاثار مملأ انا وعدت اتكلمك عن الاثار هتنامي لا اذا ما كانش انا لا انا بحب الاثار ايه السر؟ قولي ايه السر زاهي الحواس؟ العشق انا كنت لسه مبارح في كلية الاخصار العلم السياسية اللي ولاد بيكرموني وقلت لهم يا ولاد لو انت عشقت حاجة صغيرة هتعملها اهم حاجة في الدنيا انا زمان لما واحدة ستت قابلني قولي انت بشتغل ايه؟ قولي ايه اسر تضحك ايه اسر ده؟ يعني كانت الاثار سكنت والناس مش فهم حاجة في الاثار وان انت يعني ان الاثار الناس تحبها او تعرفها صعبة طب العشق بتاعي خلى وانا ماشي في الشارع في بدان لبنان قابلني واحد شحات الشحات ده والله مش عادي كلمة محافي فيقولي زاهي طلق ايوه وانا ماشي هو قابلني قال لي هتدخل الروبط الروبط ما قالش قال لي هتدخل الروبط جوه الهرب انت انا فكرة قصة دي اجمل الشحات بيقولك هتدخل الروبط جوه دي اجمل حاجة حصلت في الدنيا انه لاقي شحات بيجيلي بقى بنات صغيرين او عيال صغيرين بيعشقه الاثار بنت صغيرة عنا تنسى عسين بتكتب هره ليه فيه لقيت عاملالي راسماني فرعون وعقوب جالي هو ابوها بتجيب لي السورة يعني انا بشوف نمازج دلوقت في مصر من ناس بيعشقه الاثار ببقى سعيد بشكل لا تتكالي رجعت وبقيت مدير لمنطقة الاهرامات ايه وحصلت المشاكل حصل كتير المشاكل كتير منها بقى انفى بولهول والترميم بتاع بولهول لا ده ده القصة الاولانية بقى قبل بولهول احنا كشفنا مقابر العمال بنات الاهرام فمرة ابراهيم المعلم عمل قاعدة فقعدت انا بصالح سنين بن مصطفة في القاعدة دي وانيس منصور قال لي ايه الاخبار انيس قلت له ده احنا عندنا كشاف ممي جدا كذا كذا قلتوا بس وعا تكتب الوزير عايز يكلم الريس يجي يفتح عشان نعمل دعايا للأسر هنا كان الوزير فاروق حسن كان فاروق حسن طبعا فمرة انا رحت عامل محاضرة قاله زي اعمل محاضرة عن كشافات الأسرية انيس فكر ان انا هقل هعلن الكشف كل يوم عمود لمدة 12 يوم يكتب خلى رئيس الأسر كرهني وكره كل حاجة في الدنيا والرئيس جاب القذافي وجاء الهرم وقال عادي سوف التماثيل طلعنا التماثيل بتاعت العمال ود بيشيله الحاجات حط تمثال قد كده في جيبه وبدأت المعركة رئيس الأسر قالك فرصة أرفت زي حواس رغم ان المخزن ده عهدت واحدة اسمها أمال سمويل انا مليش دعو بالمخزن لكن هو دبست وانا انا المسئول وبالتالي عمله قصة فا امت انا واخد ازالي ومسافر امريكا عدت سنة درستي هناك ابو الهول بقى معركته شوفي اللي حصل فابو الهول ده كان مهم جدا لازم يسجل انا رحت من تمانين لسبعة وتمانين واحد مهندس دمر ابو الهول شل كل الحجارة القديمة وحط الحجارة الجديدة وليس التمثال بيلي سمانت ايوة فانا جيت وقفت البتاعته وعمل علي دين سامير غريب كان متجوز زميلة ليا في القصارة سامير البلاح فقالت له ده حصل وقع حاجر من ابو الهول بعدك بعد قائمة الترميم وقع حاجر كان ايه منصبك وقتها؟ كنت مدير منطقة قصار الاهرام فوقع حاجر من ابو الهول سامي قالت لسامير سامير قالoting فراحح السن كلمني فراح حسني قال لي فيه حجر وقع من ابو الهول قد يقوله ايوة قال لي ما قلتوا ليش لكنها قد طوله من أصار300 وقع منا حجر كل يوم قال لي stär اذا ده ابو الهول انا جيلك بكرة صبح فكلمت المرحوم أحمد أدري وقلت له الوزير جاي وقاله أنت يجي الحقيقة هو مرداش يجي وصمم أحمد أدري كان وقتها كان رئيس هيئة الأسهار فقامت معركة بينهم وبعض بين فاروق حسني وبين أحمد أدري معركة طويلة أنا كاتب فصولها هنا مش عايز أدخل فيها كتير لكن في النهاية مشي أحمد أدري لكن بدأنا أن احنا عشر سنين جنب أبو الهول لما قعدنا له حياته إنبارح عامل المحاضرة بقول فيها إيه لما أنا جيت بصيت لأبو الهول ولحقيه وهو بترمم غلط والحجارة وقع منه لقيته بيبكي أنا حسيت إنه بيبكي لما رممنا التمثال وعملنا حفلة أركسترا سيمفوني أنا حسيت إنه بيبتسم أنا عايز أقول لك إيه إن أبو الهول ده مش حجر أبو الهول ده حجر حي أنا بحس بيه حجر حي أول مرة بصيت فيها للأهرامات حسيت بإيه نظرة حقيقية غير الكورة ما حسيتش بقى خالد ما دخلتش قلبي غير بقى لما أنا عشقت الأسر فبدأت أبوصلها بدأت أدرسها رأيبات الدكتوراه بتاعت عن الأهرامات وكتبت أحلى كتب أنا كاتب لسه كتاب اسمه جيزة أندى بيرامتس أنا ومارك لينر اشتغلنا مع بعضها 40 سنة كتاب مهم جدا فالأهرامات أصبحت هي تخصوص الأول في العالم يعني ما تقولي زي حواس إحنا ثلاثة أربعة في العالم بتوقع أهرامات لكن أهم معركة أنا عملتها على فكرة والمعركة دي كانت شديدة جدا كان فيه ثلاثة أجانب واحد أمريكاني واحد إنجليزي سبو جرام هانكوك وزون أنتن ويست وربو بوفال دولي بيبقوا كتب على أن الأثار دي الهرم ده عمره 15 ألف سنة بتاع قارة أطلانس وبقى عشان يبقوا الكتب يهجموني أنا بقى أكد تهجبهم في نفس المكان اللي بهجمونا فيه مش أعمل ندوة هنا بالعربي لأ في الأماكن بتاعته الصراع بينهم بينهم كان قوي جدا فقاموا عاملين دي بيت هم في التلاتة في الستوديو في روما وأنا قدامة بلول الساعة 11 بالليل فأنا قلت يا لأ هم يكسبوني هم معروفين أكتر مني أما كنت شخص معروف جامد فقلت فرصة عمر الشريف الستات بيحبوه في أمريكا تكلمته كل نسة علاقتنا بدأة قلت له عمر أنا نفسي منك طلب قلت له تطلع كمبارس وأنا بها أزالي إيه كمبارس قلت له الحكاية أنا هعمل دي بيت الناس بيقول له هرمات بيش بتاعتنا لو أنت وقفت جنبي كل ستات إيطالية هيبصوا لك كل العالم هيبصلوا والله ساعة 10 ونص من الليل جاء ولابس تلفيعة في الجو البرد ده وقف جنبي وقدمني وكسبنا المعركة كده أول معركة لكن استمرت بعد كده المعركة بيني وبينهم في النهاية حتى أن أنا كانوا بيعملوا فيلم والفيلم ده كان بيعلق عليه شارلوتين هيستون وكت أنا بدارس يوسي اللي إيه في الصيف فروحت عدت مع شارلوتين هيستون في العشة في مطعم في أول وولشر وهو عايز يعمل فقلت له مستر هيستون أنا مش هعمل فيلم ده قال لي ليه قلت له أنا الكلام اللي هقوله الراجل اللي جانب ده برو السعيد اللي جانبك ده مش هيحط كلامي صح هيغير في كلامي لأنه هو عايز يثبت إن أبو الهول ده بتاع قارة أطلانس قال لي تفرد طب لونا ضمنتلك قلت له أنت هتعمل لليش بتاع تفرد و هتمشي مش هشوفك ولا أنت هتضمن برو السعيد ده أنا ما ضمنهش فبدأت المعركة بيني وبينهم كانت قوية جدا وشرحتها في هذا الكتاب دي من أهم المعركة التالية بقى بتاعها ثراس ديفرتدي هي دي اللي كانت من أشد وأشرص المعارك وعلى أساسها اختاروني أهم ميت شخصية في 2006 عن طريق طاية راس نفرتدي اللي أنت عايز ترجعها من من برلين من برلين من مدحف برلين هو كان حاجر رشيد من مدحف بريطاني وراس نفرتدي من برلين والزودياك اللي هو القبة الساموية في اللوفر ليه عايز ترجع راس نفرتدي؟ شوفي أنا هقولك الحكاية أنا كنا عاملين حسابنا نفتح المتحف الكبير ده في 2015 لو لا الموصيبة اللي حصل في 2011 فبعدت جواب للمتحف دي بقول لهم دي قطع فريدة جميلة بتدوها لنا ثلاث شهور إعارة بنعرضوا عندنا كلهم قالوا لأ أنت تقولوا لأ وإحنا عطينا لكم أثارنا وبتحفروا عندنا وبنعملكم عارض ببلاش عملت ستيتمنت وقلت هخلي حياتهم تعيسة وعصل بهدلتهم أولا جمعت الأدلة اللي تثبت إن الثلاث حاجات دول السرق ومصر وإزاي صعيح راس نفرتدي تطلت؟ ما من الآثار اللي تسرق 1912 طلعها واحد ألماني كان أيامها القانون يقول لو طلعت تمثال من الحجر الجيني ملكي ما تختوش لو من الجبس خده فالراجل كتب في الضائر اللي هو بيقرأ تمثال نفرتدي من الحجر الجيني في الضائر اللي هو العلم الريجيستر بوك كتب ده من الجبس نان رويل مش تمثال مش ملكي من الجبس وحطه في صندوق جاء رئيس الأسار كان فرنساوي إيران نستا قال خدوها بور خارطة عادها عشر سنين في بيته بعد عشر سنين طلعها الأمريكان كانوا بيحفظوا الفن بتاع ألمانيا قالوا ترجعوها لمصر هتلر قال لهم لا فطلقت ريفرتيتي بطريقة التدليس وأنا هقولك حاجة عصرت من ثلاث سنين من أجمل الحاجات اللي أنا عملتها وكاتب عنا هنا لما روحت أعمل ديبيت في أكسفورد ستودينت يونيفرستي الطلبة بتاع أكسفورد بيعملوا أجمل ديبيت في الدنيا بيلبسوا بلاك تاي كلهم خمسموت ستو بيت واحد بيجيبوا بقى واحد ناس تقول حاجة ضد واحد فجايبين مدير مع حاجتي ومديرين متاحف وأنا هم بقولوا ده بلاد متخلفة ما ترجع لهمش الأثار ده ما تحطهم وحشة ده بيرمموا غلط فأنا كنت عامل سبيتش بعد مما ما تكلموا عشان أقرأ قلت لهم لا أنا مش أقرأ لو أي واحد على فكرة السبيتش ده بتداول دلوقتي جامد جدا لو كتبتي وشفت السبيتش إن أنا أثبت لهم قلت لهم أنا مش عايز كل قطع الأثار اللي موجودة في المتاحف نا أي حاجة مسلوقة يا حزين نرجعها وحكيت لهم قصص نفرتيتي وقلت لهم إن بحصل عمليات استعمارية لما يجي واحد يروح مقبرة ويقطع ريليفس فيها وبوز المقبرة بياخد قطع واحدة لكن بوز المقبرة ككل زي مدحف اللوفر لما اشترى خمس قطع أثارية مسلوقة وعارف مسلوقة وأنا وقفت بحثة اللوفر والرئيس ساركوزي بنفسه وكلم الرئيس مبارك وقال له إزاي إزاي حواس يقف بحثة بتاعتنا يعني حصل فيه معارك كثيرة جدا بالنسبة لعودة الأثار ومنها نفرتيتي بسمح لي نقف هنا قليلا لأننا طبعا مستمتعة جدا وهم عميين يقولي لازم نطلع بريك لازم نطلع بريك هنخرج بريك ونرجع مع حكايات الحارس زاهي حواس مازلنا مع حكايات الحارس زاهي حواس وأيامه الطويلة مع الآثار والحياة عشق جميل وخلافات وصراعات أيضا اتهموك اتهمات كثيرة جدا مانا زي ما قلتلك منها أنك أنت بتاجر في الأثار وسرقت الأثار وإلخ إلخ إلخ تمام بس أنت واحد رجع ستة لاف قطع أسرية وحارب العالم كله وحارب لصوص الأثار في الداخل وفي الخارج وفي ناس أنا دخلتهم من السجن هنا في مصر الرجل اللي عمل ده رجل كان له مصلحة شخصية كان بيأجر أحد المحلات وهو اعتقد أن أنا يعني هو كان بيكسب بكسب خرافية لكن قلت الدولة تكسب مش واحد شخص يكسب وعملت حاجة مهمة للبلد هو ما عجبوش فبدأ بقى الصورة استغلها رفع علي قضية وخذ علي حكم بالحبس السنة ده على الوظيفة وعمل صرف عشر كان يجيب مئة عائل ومئتين عائل يروحهم دان التحرير ويفض زي عواص حرامة أسر يعملوا ولا همني الكلام ده كله لأن أنا في النهاية قلت لا صح غير صحيحة وشفت ربنا سبحانه وتعالى أن في النهاية ربنا أكرمنانا وهم فين يعني يعني ده حاجة مهمة أن الإنسان أنا صبرت وصبرت والهجوم أنت كنت بتتهاجم في الجرايب وفي وقت هذا الهجوم الجوائز اللي أنا خدتها بعد ما سبت الوظيفة لا تعد يعني خدت أكتر من أربعة دكتورات فخرية بعد الوظيفة خدت جوائز من بيرو من الأمم المتحدة من كل مكان في الدنيا ولسه آخر جائزة وخذها أنا من دكتور خالد العناني من إمبراطور اليابان الشمس المشرقة ولسه الشهر اللي فات في روسيا واخد دكتورات فخرية فالحمد لله إن العالم قدرني يعني العالم عارف أمتي فدي كانت حاجة جميلة جدا 2011 اتسرق المتحف وهجم المتحف في التحرير بالنسبة لك دي كتلاحظة عاملة لا أنا كنت قاعد في البيت بقى في يوم 28 بالليل وسامع بقى خالد يوسف بيقول المتحف داخل فيه ألف وواحد قمت الساعة 6 الصبح وخدت عصايا ورحت مدان التحرير دخلت مدان التحرير في غسط الغنم الدنيا كلها وقمت داخل المتحف المصري ولقيت فيه عيال بقى سكين قدوم في قدوم بعض يقوله احنا حمينا المتحف وربنا ستر بقى أن بالليل المشير طنطوي حقيقة الله يرحمه كان راجل عظيم جدا الراجل ده بعت لي أفراد الصاعقة 12 بالليل الأفراد قوة الصاعقة دولي هم اللي حموا المتحف مع الدكتور طرق العواضي فأنا وقفت الصبح بقى بالعصايا قدام المتحف ودي كانت حاجة بالنسباني من الصح لأني دي هاللي جابتني وزير وانا طلع عمري اللي حبها بقى وزير ولا في دماغها بقى وزير ولا عمري فكرت في حياتي ان انا بقى وزير نهائي بس ما شعرك ايه وانت بتشعر ان المتحف بيسرق ما هو اللي حصل بقى ربنا ستر ان انا دخلت الدكتور طرق العواضي وامناء المتحف جوه قلت لهم قلولي انا كنت خايف ادخل فطلعوا قالولي المتحف بخير قالولي كل الاصار بتبعصار على الارض ايه اللي حمل المتحف الالف واحد اللي دخل بالف جاهل بيدوروا علي ايه الدهب وزير بقى لأحمر الدهب مقفول في قوض محن تشوفه مفيش حاجة اسمها زي بقى أحمر باش عادته كلام لايس له اصاص بالصحة فاتسرق 54 قطعة انا رجعتهم اغلب القطعة قطعة مثلا تمثال الاخلاتون باللوحة قدامه كده تمثال صغير واحد خدر ما في الزبالة عيل صغير جابه من الزبالة ادهه لمامته في المعادي مامته ستة عظيمة اخوها استاذ في الجامعة امريكية قالت له بلغنا خدنا التمثال واحد تاني جالي بعدما الوزير بقيت وزيره في المرة التانية قال له انا ادقعت في في قهوة لقيت ناس بتكلموا عندهم قصار قالوا نعايزين ندهها بس لزيها حواس قلت لطبها هتالي بكرا الصبح الساعة 8 لقيت وقعت بشنطة مليانة كل الاثار بتاعته عنها خاموني المهمة جدا كل نقص من المتحف ودخل ألف واحد سبعتاشر قطعة برونزية هتلاقيها تحت الفترين يعني المتحف ما تسرقش لما طلعت بقى في الـ TNN وقلت لهم ان المتحف بخير ومصر بخير دخل علي بقى عذاء الشر ده المتحف السرق أقول ما تسرقش عملوا فيي عمايل طب يا جماعة انا لو قلت ان مصريين سرقوا المتحف دي عار طبعا فوشنا وقال المتحف ما تسرقش المتحف بخير لأن كل الاثار المهمة موجودة فكانت يعني الحقيقة كانت فترة صعبة صعبة جدا بمناسبة بقى الاسرار بتقول ان ما فيش زي بقى أحمر وما فيش لعنة فرعنا دايما تقولي ما فيش لعنة فرعنا ده حقيقة ده أحمر ده إشعات قالها بعض الناس بيتحكوا عن الناس لما الأمير العربي جاي هنا وجالي وقال لنا عندي طلع لي حاجة اديني حاجات من اللي عندك عشان عالي جمي وبعدين جالي تاني معاه 100 ألف دولار من اللي قال لي اديني بحتة من الإزازة قلت له الناس هتلحك عليك ضحك عليه المصريين كتب جدا وبقوله الوهم وخده فلوسه الرجل الأمير العربي ده فداخل في دماغ الناس ان لو فيه خط السائل ده من حلق الممية هتسخر الجان وهتبقى غنية فالناس ده كذب لا فيه حاجة اسمها زي بقى أحمر ولا فيه حاجة في حلق الممية ولا حاجة اطلق الدهب الدهب موجود جوه مقفول عليه ايه أكتر حاجة مبهرة كشفت عنها والله أنا طبعا الوادي المميوات الزهبية ده كان أعظم كشف لازال العالم كله بتكلم عنه قعدت أربع مواسم في الوحات البحرية نحفر من أجمل أيام حياتي كان الأربع مواسم دول اللي احنا اشتغلنا فيه مع زميلي والحقيقة أنا يعني عايز أقولك حاجة برضه ان في الكتاب ده أهم حاجة ان أنا علمت شباب على أعلى مستوى يعني شوفي الشباب اللي بيحفروا معادي دلوقتي دول يتعلموا المدينة الزهبية اللي قدامك دي دي أعظم كشف التاخذ تلات بجلالات العالمية قالوا ده اتس نمبر ون في العالم ده اللي عملوا شباب مصريين أنا علمتهم أنا قبل ما أمسك الأسار كنت عارف أنها برئيسية الأسار كنت قولهم أنا أمسك الأسار فبلقت أطلع الشباب برا وحلفهم على المصحف لازم يرجعوا عشان يشتغلوا معايا فإذا أهم حاجة أنا عملتها أن كل الشباب اللي يشتغلوا معايا أنا اتكلمت عنهم في الكتاب وتعلمهم صحيح على أعلى مستوى وأهم حاجة أن إحنا عشان نبقى علماء في أسارنا لابد أن إحنا نقدر ننافس الأجانب فالحمد لله أن إحنا بدأنا ننافس الأجانب على أعلى مستوى كشف المدينة الزهبية ده بيعتبر يعني كشف أنا فخور بي جدا لأن إحنا بنعرف معلومات عن المقابر وعن الأهرامات لكن معلوماتنا عن الناس اللي عازوا الفنانين اللي عملوا هذه الحضارة العظيمة اللي عملوا وأصدرتوا تعاملت في المدينة دي أذكر كده من سنوات يمكن ده كان قبل 2011 كان في أحد التلفزيونات أنا كنت بغطي ده مش فكرة تلفزيون أمريكي ولا ياباني فكرة الثقب داخل كان الروبط الروبط داخل الهرام القصة اللي قال هياك الشحات ده الروبط ده فكرني بقصة الروبط ده شافه العالم كله وبعد ما خلصنا كنا عزين نعرف وإيه وراء حيطة طلعنا حيطة تانية لكن اللي حصل إن الست ميرفت بنتي لأستاذ محسن محمد كانت هي هتعلوده على الهواء في القناة التانية بدأت تقول بها معناه إن أربعين علي بابا والأربعين حرامي جوه الهرب فمصر كلها صهرت مفيش بني آدم بس أنا فاكر بقى منزلنا بعد عملنا الشو كان حاجة جبارة كان منقول على حطات العالم كلها على كله أنا أنا فاكر أنا كنت في هونج كونج بيحطوا في الصابوي التلفزيونات العالم كله مفيش حد ما شافش الصين نص الصين شافوه الدنيا كلها المهم عملنا مؤتمر صحف مين هاوس فأنا بتكلم بقى عن الكسر الفجر فاطلع واحد يقول لي إيه من اليوم ده بمناسبة عيد اليهود فالله يرحمها ناديا لطفي قامت قلع الشبشب بتاعتها وطلعت عليه تشتبه يعني قالت له بتشير فرح مننا ليه والله العظيم قال الله يرحمها كانت ست وطنية عظيمة وكانت صديقة جدا جدا بكر إزايك دفعت عني إن العيد يهود إيه أنا عارف العيد يهود إيه وإزاي يعني بزم حد في الدنيا هيعمل حاجة زكية اليوم عندي له طب وليه فيعني شفتي ساعات بقى في حاجات إن واحد عايز يتعارف فيقول كلام غريب إنت كل حد بييجي مصر يبحث من المشاهير الفنانين والرؤساء والملوك والأمراء يبحث عن زاهي حواس بقبعته الشهيرة علشان يوريله الهرم ويحكيله عن الهرم أولاً أحكيلنا حكاية القبعة سمعناها كتير بس هم بنسمعها دين وهذه القبعة دي أنا كنت بلبس دايماً قبعة بتاعت الفلاحين البيضة دي فكانت شكلها وعش فمرة أنا أول ما روحت أمريكا فكان معايا واحد صاحب بفضل جد فقلت له فضل العاستري بورنيتا دخلنا لقيت بورنيتا ميدي ان استراليا أستاذي بورنيتا كاوبوي نهتها الجميلة فخلص عملت معايا اكتشافات وحظ كبير جداً فبدأ الناس يهتموا وقال لي أنا مش جاي هنا عشان أشوف الأهرامات أنا شفت الأهرامات ثلاث مرات أنا جاي أسألك سؤال وتعشى معايا أنا ونعمي كامبل وعمر الشريف قال لي أنا جاي أسألك ليه البرنيتا بتاعتك بقت أشهر من هارسون فورد لأنها بورنيتا كاوبوي قلت له البرنيتا بتاعتي ببرنيتا تعلم أسهر لكن البرنيتا بتاعت هارسون فورد دي فج بتاعته واحد مبسس أوباما خلينا نشوف الصور ونعلق عليها لا بس خلي بالك أن البرنيتا دي الريع بتاعها كان بيروح لمتحف الطفل ودلوقتي بنوديه لمتحف السرطان الأطفال مستشفى السرطان الأطفال لا أوباما ده دخل معايا مقبرة لقينا وش كده شكله بالزبط قال لي أنا شكلي ده قلت له فعلا ما هو وصوله إفريقية ودهكنا وديت البرنيتا بتاعتي ولموقف جنب أبو الهول معايا قال أنا لم أحلم في حياتي أن أنا ممكن أكون جنب أبو الهول أنا ساعات ده البرنيتا اللي ادتها له ساعات بقى أنا بيجي لي بيجي ناس موهمين جدا يعني من سنتين مثلا جاء حد موهم قالولي بس الشركات ما تقولك دي بقى اللحظة اللي كانت جوه المقبرة اللي هو لف الجنب الثاني شاف الوجه اللي قدامه ده اسمه حر باللغة الهيرغولفية بمعنى أبان حرف جر لو ما تفل هتلاقيه شكله بزي فالشركة ما تقولك إيش مين المهم اللي جاي خوفا على حياته فالقيت واحدة ده قدامي بتقولي أنا عايزة أحكي لك حاجة على أوباما تانية لما دخلت الهرب معاه وأنا طالع قلت له مستر بريزرينت خلي بالك أنا ما بعمل تور لحد ده حاجة مهمة وأنا عملها لك ببلاش بس أنا وحنا نازلين بقى لقيته هيركب جمل فقلت له أنا عايز تمن اللقاء ده قال لي إيه قلت له ما تركبش الجمل ده قال لي ليه قلت له لأن لو ركبت الجمل ده إحنا عندنا أربع جمال في الهرب العالم كله صورتك هتطلع في كل قرية في الدنيا وإناش هتفكر مصري جمال قال لي خلاص مش هركب الجمل فكان فيه واحد اسم جمال هلالي ممكن تعرفيه اللي كان هو مترجم الويت هاوس مترجم البيط طبعا استاذ جمال هلال طبعا ابساني غلطي أنا وكاتب إن هو لبناني فجمال واقف جنب أهو ده اللي بصي بالزبط أوباما فعلا شبه أوباما جدا المهم فجمال بيقول للراجب بتاع الجمل إيه بقول له مين ده قال له ده الدكتور زيح حواس اللقاء اللي جنبه قال له ده صديق الدكتور زيح حواس المهم فجأت الست بقى دازلة من على بولهول هلقوا دكتور حواس وإنت ما تعرفش يا مين قلت له إنت مين أكن أنا عملت لقيت الست والشهد غير طلقت دي مطربة مشهورة اسمها كاتي بيري المثلة كاتي بيري دي موسط؟ مطربة كاتي بيري مطربة كاتي بيري طيب مش المهم جنبها قلت له بس هنعرف اللي جنبك ده ده أورلاندو بلوم بتاع فيلم تروي اللي هو خد البنت خد زوجة الملك وخدها وقامت حرب تروضة بنها على هذا الأساس لسه قريب الأسبوع اللي فات جي واحد من أشهر الناس في أمريكا لعب فوتبول الأمريكاني اسمه تيم متجوز ملكة جمال العالم من جنوب أفريقيا بيونسي بقى لما جد بيونسي قالت لزهير جرانة كان وزير السياحة قالت له أنا عايزة أقابل زي يا حواس فأكلمني قال لها عايزة خطري فقابلت بعد الصورة دي المصور بتاعها خد صورة جات المصورة بتاعتي أمريكية بتاخد لنا الصور الحارس بتاعها ضخم أماسك الكاميرا رماها في الأرض وأم زائقها فأنا الجننت قلت لها شوفي أنت تسمح للحارس يعمل كده ده راجل ما يستهلش حاجة لأنت ولا هو تستحقه أن أنتوا قفوا جنب أبلول ولا تستحقه أن أنا أكلمكم بره وقمت طريتهم بره شوفي بقى طلعت بره الصحفين سألوني رأي كفية قلت لهم غبية يونهر شوفي بقى الكلام يونسي غبية اسمعي الكلام بحصل في 2010 ما أروح حتى الآن بلد غير ما الصحفين يسألوني على قصتها يعني الست الشهرة بتاعتها طاغية وأنا ما عارفش والله لكن أن الحارس بتاعها يعمل حاجة زي كده ما كانش غير أن أنا لازم أتصرف حفاظا على كرامة الست وكرامة أبل هولي مين اللي مش ممكن تنساه جاء برضو زار الهرم ويعني ترك أثرا في عقل زاه يهواز والله ديانا الأميرة ديانا أولا ثقافة عالية دا الدرجة شفتي في واحد مصور خد لنا 36 سورة محمود صلاح الله يرحمه شرفه عمل في آخر ساعة مقالة مصري غير ردودي أحب ديانا بجد زكاء وعبقرية وتفاعل معايا وكانت زيارة أسطوريال درجت بقى أن أنا كرهت لما ماتت كنت أنا في روس أنزلوس كرهت جوز هذا فجاء بعدما رجعت لأيت السفير الإنجليزي جاي بقول لي هو عايز يقبلك تشرح له الساعة 12 بالليل تقول لي أنا مش أقبلك إنه أكلمني تاني وقبلته بعدما قبلته بصراحة 12 بالليل رحنا بالهول ودخلنا الهرم ده مؤخرا ولا لأ زمان قبل دي المرة دي أنا كنت مسافر فلقيته رجل مثقف ثقافة عالية وعبيته يعني بجد من ثقافته العالية وزوءه وإخلاقه وجماله الرجل ده يعني حسيت إنه هو يمكن ما عملتش حاجة في ديانة لكن ديانة هي أهم شخصية أنا قابلتها في الزيارات الهرم وعرفت أيضا رئيس السادات أكيد يعني يعني كل رؤسات لأ أنا قابلت الرئيس السادات بره واحدة إزاي بقى؟ حاجة لا تتخيى لها أنا بشرح لمين لديفيد روكفلر يعني رجل أعمالي كبير جدا وببص السادات كان دايماً الله يرحمه يركب عربية سيت واطلع على استراحة بتاعت الهرب فقالوله لديفيد روكفلر أمنازل من العربية ومشي ببص لقيته قدامي اتخضيت هو كان عنده كرزمة فظيعة فجاء قال ديفيد أنا أسمعت أن أنت في الحرم جيت قلت أسلم عليك الله قلت أن أنت قال له أنت هتاخد دش ثقافي وقال إزاك يا ابني وقاب يسلم عليك أنا أعجبت بالراجل ده وكتبت القصة دي إن إزاي الراجل ده يسيب العربية وعارف إن الراجل ده هيخدم البلد فيقوم نزله عشان يسلم عليه وهيتعاش معه بالليل المرة الثانية بقى جامع كارتري يزور الهرم فاللي بشرح له المرحوم نصف حسن فنصف يقول له إن الهرم ده عدد حجرته 2 مليون و300 ألف حجر قال له ريلي 2 مليون 300 سوز بلوكس بالطريقة بتاعته يعني بيحاول يبين لكارتر عظمة مصر وعظمة هذه الحضارة فأنا ما نساش أبدا الرئيس السلاة والموقفين دول معاه أظن أيضا نلتقيت بالملكة صوفيا لا الملكة صوفيا بقى كانت عندها غرام الأسار واكتشافاتي أولا ده في القصر الملكي أنا رحت لها القصر الملكي اديتها أعظم كتاب أنا كتبته اسمه الرحلة السرية كتاب ضخم كده وقبلت استقبال غير عادي وحضرة محضرة لي في أسبانيا وزارة جميع حفاري دي في مقبرة كاي في الهرم كانت تيجي مخصوص السفير يقول لي مش هتقول لي حد خالص هي جاء عشان تشوف كذا جاء عشان تروح صقرة معك 12 مرة زورتها كان جزها بقى الملك يبصلي يظهور لي كان يتدايق منها مهتمة بالأسار ومهتمة لنها تسمع بالأسار ووقف زي أبو الهول كده كل الرؤساء الأمريكان يعني لجوم مصر لازم كانوا بيزوروا الهرم كلهم يعني أوباما كلينتون أنا قابلت كلينتون بعد ما سابل الهرم وقابلت هيلر كلينتون مرتين مرة جات لوحدها ومرة قالتلي أنا أجيب اتشلس معي أهو ده كلينتون لما أخذته أبو الهول وكانت زيارة جميلة جدا كان في كل هذه المسيرة إيه كانت أصعب اللحظات طبعا اللحظات بتاعت 2011 كانت صعبة الانجازات اللي احنا عملناها وإزاي أتابع كل ده وإزاي بقى فيه سيستم ونظام أنا مؤمن بحاجتين إن التيم ويرك مهم جدا والجوب ديسكريبشن توصيف الوظيفة فارجوة تقدر كل واحد أقول له أنت هتعمل كذلك لما قالت بصرا نسيس العالم كله سهر أنا روحت لنت لأن أنا عارف إن التمثال هيوصل في سلام لأن كل حاجة في حياتي كانت مهم جدا إن أنا بعمل بعملها صح بدرسها صح بعمل توصيف وظيفه لكل واحد مضبوط فكل واحد كان بيقوم بدوره على الأعلى وقل له أنت زي حواس اغلط بس المهم ما تكررتش الغرض ده تاني كنت اشتغلت مدة طويلة وكان فاروق حسني وزير للثقافة أنا اشتغلت مع فاروق حسني وأنا مدير الهرم عشر سنين أعتقد وهو اللي اختارني يعني أنا ما هو جاء الناس كيف يقولك ده جاي من فوق فوق إيه اللي اختارني فاروق حسني بصراحة وعلاقة وطيدة جدا يعني فاروق حسني الحقيقة شوفي من أهم حاجة عملها إن كان جنبه وزراء يعني واحد يختار سبيسر حان ونجي فوز فهمي وجابر عصفور وحبى النوار وانا شخصيات كلها كبيرة فهو نجح بيهم ما خافش منهم صح حد تاني هيخاف منهم فمن أهم حاجة عملها واحد في كل عشان ينجح معاه فأصبحت الثقافة كانت ماذا علبك الأفق إن الجمال بقى والفن أبص الأشياء كثيرة جدا منظورت لها واحدة ست حتى تمثال لوحة فنية الحاجات دي ما بص لها بنظرة تانية خالص بنظرة الفن اللي أنا شفته وتعلمته بنخل أصر الحاجة التانية إن أنا تعلمت برضو من خلال الفراعنة إنهم وصلوا القمة من حاجة واحدة إن كان الفراعون بيعكم بحاجة اسمها المعت الحق والعدل فلازم وزيره يؤكد له إنه حاكم بالحق والعدل وأهم حاجة تانية الإيمان بالمسروع القومي إزاي اللي بنى مصر الاعتقاد في العالم الآخر الهرم هو اللي بنى مصر وبالتالي الاعتقاد ده في الحضارة العظيمة دي جامل اعتقادهم في العالم الآخر فأبدعوا بمعنى إنه نحن لو الإنسان آمن بربنا سبحانه وتعالى بقوة زي ما هم آمنوا بالإلهة بتاعتهم الإنسان في حياته حياتك تجد ده ممكن تتغير يعني أنت تتحدث كثيرا عن الآثار لكن أظن إن أنا بحس إنه كل الآثار دي ممكن تتكلم عنك ماذا ستقول الأحجار عن زي يحوي والله الأحجار هتقول إن أنا حبيت الآثار وعشقتها وقدرت إن أنا أدخل الآثار دي داخل كل بيت في كل مكان في الدنيا وأظن إن العشق والإيمان والشغف هي دي أسرار زهي حواس حقيقي أنا بشكرك على الرحل أنا اللي بشكرك على الاتضافة الجميلة دي والله وبشكرك على أني كل مرة بلاقي نفس الشغف كل مرة بنتقابل بلاقي نفس الحب ونفس العشق أنا عشقت الآثار منك ربنا يا خليك إن ده جزء من مهامي في الحياة إن أنا دايما يعني أدعبس كده ربنا نحل بشكرك دكتور زهي حواس هذا كان الحارس الأمين على هذه الحضارة المصرية القديمة التي نفخر دائما بالانتماء إليها ومن يحكي عنها أجمل وأفضل من الدكتور زهي حواس مشكوركم عزيزي المشاهدين بكرة تسعة ونص ما تنسوش الفرصة بكرة حلقة خاصة أجري تك وفيها جوائز ضخمة جدا شكرا هذي لمسا الحدي تحييكم أسبوع على خير